انطلقت جلسات المحور الاقتصادي في إطار الحوار الوطني والذي يضم ثماني لجان فرعية أكد نواب البرلمان وممثل الأحزاب المشاركون في أولى جلسات اللجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مسبوقة جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية حيث تمت الإشارة إلى أن زيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدالة الاجتماعية وأكدت النائبة عابير جلال ممثلة حزب الشعب الجمهوري أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئات الضعيفة إيمانا بمبدأ العدالة الاجتماعية